من قطاع ممارسة لمديليا أولمبية وكمان بطولات عالم في السكة كتير قول لي لا كتير وافريقيا وعرب يا دكتور عايز عارض وصلنا ازاي البلان اللي اترسمت عشان نوصل لده الله يرحمه الله يرحمه الأستاذ سمير عبد الرب رحمة الله عليه عبد قدت له البلان بعد اجتماع موسع كان بيحضره كابتل محرم الراغب وكان بيحضره كابتل سمير وكان بيحضره كابتل عدل قيعي وكان بيحضره ناس كتيري ممكن انا مقدرش فيتكرهم كلهم وقلت له منتو عايزين ايه عايزينني ليه قال ليه عايزينك علشان نعمل فرقة ونكسب قلت له منتب المدة قد ايه فكابتل محرم راغب رد عليها رد الحقيقة سينمائي درامي جدا قال لي طول العمر قلت له ده فأفلام عبد الحليم حق فيش حاجة بقى طول العمر قال لي خلاص سيدي نخليها عشر سنين بس هو ده بلان النادي الاهلي انه دايما عايز يعمل اللي طلع لما تطلع تبقى مستقرة للآخر خالص للآخر مزبوط فقال لي طب عشر سنين قلت له العمر فيه كم عشر سنين ربنا ديك صاحة دكتور نحاول تمام بس عشان نعمل كده سيبونا نحط خطة وننفزها سيبوني في حالي انكوش دعو به حلو قاموا سيبوني في حالي دي اه وانا هعمل شغلي ان شاء الله لسببين بس عرضت عليهم خطة اه طبعا لا لا خطة مكتوبة عرضتها كلها اه وتوافق عليها تمام قطاع التعليمي والمدارس والاشتراكات والنظام واقعي لآخره قطاع وقلت لهم نخلي بالكم ان احنا اكبر سن موجود عندنا بيحقق تسع وعشر سنوات انا محتاج عشر سنين دي وصلت ده عشان اقدر اوصل لدرجة اولى مزبوط قالوا بيدينا ويديك الصحة وتطلع عمر وابتدينا نشتغل على المراحل الصغيرة اول بطولة عملت في داخل النادي الاهلي كانت بعد ما جيت بسنة ونص واحنا كنا مشاركين فيها لحد 12 سنة وخدنا اول قاهرة واول جمهورية فاتحة الخير اه ولقيت ان في نزعلانة جدا من موضوع ده احنا شامليني حساب كده قلت له انطب اعمل ايه يعني ما انا مش اخسر رحمة الله عليه استاذ عباس الريدي كنا احنا في الهندول بنكسب كتير والألحاب بتكسب دخلت له مرة قال لي كفاية ماكسب مفيش فلوس هنديك فلوس ازاي كفاية وكفقات انا بسمع الكلام بكتير بسمع الكلام بكتير اكيد اكيد ده احب النادي الاهلي اكيد انا ما عنديش مشكلة احنا ما عندناش مشكلة طبعا احنا عايزين نكسب احنا عايزين نشوف ولادنا على منصات تتويق لينا وليهم والالاهلوية والشعب مصر كله طبعا ده هدف ترجط واحنا ابتدينا رياضة عندما لم يكن هناك للرياضة تمويل فاحنا الثقافة عندنا مختلفة عن ثقافة الجيل الحالي تحقيق الهدف حتى لو كان على حسابنا الشخصي ما عندناش مشكلة هو اجيال بتسلم اجيال اجيال مختلفة شوية يعني ده جيل وفيه جيل ظروف الحياة بلزمت الظروف الحياة بلزمت الآلية الحياة تغيرت ما قدرش حاسب يجي للحالي صح لانه مهتم بالدخل لان الدنيا غليت هيعمل ايه هيكون طب ما لازم يطب هو بفده طبيعي طبيعي